شارك عشرات الآلاف في نيويورك في إلقاء التحية على البابا فرانسيس خلال مروره بسيارته بابا موبيلي في سنترل بارك وأمضى البعض ساعات للوصول إلى المكان بسبب التدابير الأمنية المشددة التي اتخذتها السلطات 60 ثانية لرؤية البابا تستأهل ساعات الانتظار الأربع التي أنضيناها للوصول إلى هنا وأقام البابا فرانسيس قدسا في ماديسون سكوير جاردين في نيويورك شارك فيه حوالي عشرين ألف شخص دعا خلاله إلى الأمل والتضامن وأشاد البابا الذي كان يتكلم باللغة الإسبانية بالتنوع الثقافي في المدن الكبرى ولكنه أشار إلى أنه ليس من السهل دائما العيش فيها خصوصا للأشخاص الذين لا يبدو أنهم ينتمون إليها مثل الأجنبي والولد الأمي والمحرومون من الضمان الصحي والمشردون والعجزة داعيا النيويوركيين إلى ملاقاتهم وكان البابا زار مدرسة في هارلم شمال منهاتن حيث التقى حوالي 200 طفل من المهاجرين أو من المحرومين وحضهم على مواصلة حلمهم بمستقبل عادل